أو بيساعد على إفراز هرمون النمو هو طبعاً ده فيه بعيطة من ذو فيه كل حاجة فأعمال يفادي من حاجات الحلوة جداً إنه يكون داخل النظام الغذائي لكن ما يشعلقه هرمون النمو لا من أكلات الصحية إحنا لو أكلنا أكل الصحي ده هيساعد على إفراز هرمون النمو فبقى للكبار أو للصغيرين طب إيه فوايد بقى هرمون نمو للكبار؟ ناس كلها فاكرة أن هرمون النمو له علاقة بالنمو والأطفال إنما إحنا ككبار محتاجين إحنا هننمو أكتر من كده؟ مش هننمو بس الأنسجة بتاعتنا بتنمو طول ما إحنا بنكبر طول ما إحنا موجودة الأنسجة وتجديد الخلايا ده مهم تمام؟ مهم جداً علشان البروتينات بناء البروتينات في الجسد مش فيه عمليات كلها بتحصل تمام؟ مهم جداً علشان تكسري الدهون مهم جداً هرمون النمو بيكسر الدهون بالضبط هرمون النمو هو بيعمل عكس الإنسولين يعني هو الإنسولين كده الاثنين مش عكس بعض ده بيبني وده بيهد فهمني يعني هو العكس بعض وطول بقى في الاتجاه المختلف مين اللي بيبني؟ يعني النمو بيبني بس بيبني إيه؟ بيبني الصح فهمني؟ والإنسولين ده بيزود على تخزين الدهون لا هو بيكسر الدهون النمو تمام؟ برضو من الحاجات اللي هو بيحافظ على القطلة العضلية هو بيحفز يعني تنشية البروتينات أو تكوين البروتينات بيحفز على القطلة العضلية فهرمون النمو مهم جدا جدا يعني مش زبط بقى يعني أنا اللي كنت عارفان بيفرز هرمون النمو بالليل الكلام ده صح؟ بالزبط كده هو هرمون النمو بيفرز على ساعات متفرقة يعني كل 3-5 ساعات يعني فهمة كذا يعني على كذا ساعة مش وقت محدد أو ساعة معينة بس أكتر وقت بيفرز فيه هو خلال النوم أو بعد تمرين رياضة يعني بعد الرياضة القوية تمام أو يعني اللي هو يعني بيزبط يعني أكتر هو خلال النوم الواحد بينام فترات طويلة فعماني؟ فحنا لو ما نمناش كويس ده هيأثر على إفراز هرمون النمو من أول حاجات الحاجات اللي بتأثر على إفراز أول حاجة خلط زي ما قول حريك كده النوم يعني على الأقل 7-8 ساعات بالليل نكون نايمينهم من الحاجات اللي بتأثر برضو الأكل الغير صحي فعماني؟ إن أنت ترفع مستوى الإنسولين آه لأن إحنا قلنا ده بالضبط يعني إن أنت الإنسولين بتاعك بالضبط يبقى إيه؟ في مشكلة مش محافظة على مستوى الإنسولين فده بيحفز إن يبقى فيه دهون بيحفز إنه هو هرمون النمو بيقل مش بيفرز بكمية كبيرة فعماني؟ فإحنا علشان نزود هرمون النمو أو نحافظ عليه إنه هو يكون بطريقة طبيعية أول حاجة محتاجين إنه نمشي على نظام غذائي صحي فيه بروتين عالي عشان زي ما قلت الحالي كان بروتين بيحفز إنتاج الهرمون النمو دي أول حاجة تاني حاجة برضو أثبتت الدراسات إن الصيام المتقطع حتى مرتين لتلاتة في الأسبوع مش حتى مش كل يوم بيحفز إفراز هرمون النمو وده اللي نرجعه على فكرة الصيام المتقطع قريب جدا للصيام متصنة يعني لو أتنين وخميط بالضبط سبحان الله والله فعلا يعني كل حاجة يعني في السنة ليها مفيدة دي تاني حاجة تالت حاجة برضو من الحاجات الطبيعية اللي ممكن نعملها إنه نحن يعني نزبط مستوى باع الإنسولين نزبطه إزاي بأنه نبقى بين عن السكر والحلويات والنشويات الكتيرة يعني السكر والحلويات والنشويات دي بتقلل إفراز هرمون النمو بالضبط كده علشان عكس الإنسولين بترفع مستوى الإنسولين فده من الحاجات اللي هي مهمة اللي احنا نزبطها تمام برضو من الحاجات اللي هي مفيدة للواحد يعني النو عشان نزود هرمون النمو النوم يعني النوم ده برضو من ربع حاجة طبيعية نعملها علشان يعني نزود هرمون النمو من غير أي مشاكل طب أنا عرف